جزاكم الله خير وحسن إليكم يقول ما حكم الشراء وبيع العملات الإلكترونية التي انتشرت في السنوات الأخيرة تسمى بيتكوين العملة الإلكترونية عملة لأشخاص أنشأها أشخاص وليس لها مرجع نظام دولي ولا قيمة لها في حقيقتها فهي ليس لها شيء ترجع إليه لا قوة اقتصاد تعطيها قيمة ولا أصل ترجع إليه من ذهب أو فضة أو غير ذلك يعطيها قيمة وإنما قيمتها حركة السوق ولا ضامن لها لا توجد دولة تضمن هذه العملة يعني يمكن أن صاحبها يغلق الموقع قيمتها وخلاص انتهى الموضوع وعليه فلا يجوز التعامل بها ما دام حالها كما ذكرنا فإنها لا قيمة لها حتى تباع وتشترى حقيقية ولا ضمان فوضع المال فيها إضاعة للمال وهي مثل فقاعة تنفخ فهي حالة ما أنها تنفخ فإنك تراها تكبر وتعجبك ولكنها يمكن أن تنفجر في أي لحظة ولا بد أن تنفجر لا بد أن تنفجر ولذلك أرى والله أعلم أنه لا يجوز التعامل بها نعم هي مغرية الآن وقد بلغت يعني قيمة آلاف الدولارات بعد أن لم تكن شيئا لكن العبرة بالحقائق وعليها أنا أفتي بأنه لا يجوز التعامل بها ما دامت على حالها الموجود نعم